السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو رقم اتنين من اللي هنزل على القناة هنا. تمام? الناس اللي عايز تتابع اكتر اه تشترك في القناة او تدخل قناة التليجرام. هسيبكم اللينك بتاعها على اه في الوصف تحت. وكمان رابط الصفحة ورابط اه اليوتيوب لو حد حاوي يشيره. طيب. احنا تكليلنا مرة الفادة ان فيه جموع اه شزة. زي كلمة فيش فيش. من من ومن. نرى نتكلم ازاي نحاول مفرد لجمع. بنحاول مفرد لجمع. بنحط اس للكلمة زي تبقى وهكزا. النقطة التانية بقى ان احنا عندنا اه جوامع او كلمات بتنتهي زي ما انت شايف كده باس او اس اس او 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 اكس او 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 او. في الحالة دي ما ينفعش نحط للكلمة اس على طول. هنحط لها ايه? اي اس طيب. جماعة القاعدة دي اصلا قاعدة صوتيات. يعني ايه قاعدة صوتيات? القاعدة دي عشان تخدم الصوتيات. يعني ما ينفعش اقول بوكس. حط الاس كده بوكس بوكس مش هتيجي. تمام? فكل قواعد الاس في الاخر والايد اي اي دي دي كلها الايه? بتخدم الصوتيات. يبقى خلينا متفقين. اكتب عندك في جراسة كده. الكلمة اللي اخرها او اس اس او سي اتش او سي اتش او او اكس او او بحط لها اس. زي كلمة بوكس بوكسز. تمام? طيب. اه باس باسز. عشان تخدم النطق. طيب. الحالة التالتة يبقى كده بنحط اس او جمع شاز او جمع اخر اس او اس اس او او اكس او 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 بحطوا الاس. الحقيقة الاخيرة الكلمة الاخر هواي. لو عندي كلمة اخر هواي زي كلمة كاندي. تمام? او كاندي. آآ آآ عايزة اجمعها. اعمل فيها ايه? طيب. بقول لي هنا عندي حالتين. حرف الواي ده لو قبلي حرف ساكن. لو قبلي حرف ساكن. طبعا اروح عارفين حرف الساكنة. هقلب الواي الى اي وحط الاس. زي كلمة لدي. 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 هنا الواي قبلها حرف الايه? الدي. الدي ده ايه? ساكن. يبقى. هقلب الدي الواي الى اي وحط الاس طيب. لو قبليه حرف يعني متحرك زي الـا والا والي وال post. نح على طول. تمام? ما بقلبش الواي الى كلمة اللي تكلمنا عليها. جمع شاز. ما نوش بحط اس ولا اس. جمع بحط الاس. جمع بحط الاس. وجمع بحط الاس. تمام? طيب خد بقى مني واجباتها هي. هنا بقول لي ها هو عامل واحدة ها اشوف كلمة دي ساحرة اخرها احط ايه حلها انت بقى الواي دي قبلها حرف ساكن ولا متحرك وهكزا خد بالواجبات دي عشان تحلها وعايز تابعتها على التليجرام ابعتها على التليجرام انا اصححها لك خد خد تمام والسانية الفيديو جاء ان شاء الله في الدمار للشخصية تمام اشوفكم على خير ان شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته